أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص مصر على تشجيع الاستثمارات مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز تواجد المستثمرين وطمأنتهم وتحسين المستويات الشفافية فضلا عن تطبيق سياسات اقتصادية غير متناقضة وتقديم حلول فعالة وصياغة أطر تشريعية مستقرة وخلال اجتماع افتراضي عقده مع أكثر من 200 مستثمر عالمي يمثلون 110 شركات استثمارية في قطاعات مختلفة أوضح مدبولي أن تطوير ورفع كفاءة أداء أسواق المال وتعزيز مستويات الشفافية يمثل أحد أهم الأولويات بالنسبة للحكومة لافتا إلى استهدافها الوصول إلى معدل نمو قدره 7 إلى 8% سنويا مستقبلا مع الحفاظ على هذا المعدل بشكل مستدام